ننتقل مباشرة إلى الجزائر حيث بدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم التحضرية للقمة نتابع سورة قضايان العادلة في كنف التمسك بقيم السيادة والتكافل تكريسا لشعار قمة العزم والتضامن الذي اخترناه للدورة الثلاثين لقمتنا العربية ودفع علاقات شراكة العربية مع القوى والتجمعات الإقليمية ضمن مقاربة التعاون والتكافة وتبادل المنافع لقد مثل تزامن هذه الرئاسة مع عضوية بلادي غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي على مدى سنتي 2020 و2021 دعامة هامة لتوجيه اهتمام المجموعة الدولية إلى القضايا العربية وتعميق فهم حقيقة أبعادها ومساندة موقف دولنا من ضرورة إيجاد تسويات سياسية للأزمات التي يمر بها عدد من دولنا الشقيقة وفي صدارة منها القضية الفلسطينية من منطلق الإيمان بأن ترسيخ السلم والأمن في منطقتنا هو جزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدوليين إن أجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية من أجل تسويتها تسوية عادلة مستدامة هو طريق تحقيق السلام في الشرق الأوسط والسلام يمر حتما بفلسطين وبععادة الحقوق إلى الشعب الفلسطيني والتصدي لجرائم المحتل ومنعه من أن يكون قوة فوق المحاسبة وفوق القوانين والمواثيق وإذ نجدل الإعراب عن ترحيبنا بالتوافق على اتفاق المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين برعاية خاصة من فخامة الرئيس عبد المجيد تابون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فإن الأمل يحدون في أن يكون هذا الاتفاق أساساً لمسار لا رجعت فيه على درب لمس شمل وتحقيق الوحدة الوطنية وسبيلاً للصمود أمام الاحتلال الغاشم ورص صفوف دفاعاً عن القضية الفلسطينية العادلة لاستعادة الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف خاصة في الحرية وإيقامة الدولة الفلسطينية وعاد سمتها القدس الشريف وإننا على ثقة في أن الأشقاء في ليبيا قادرون على التوصل إلى تسوية مستدامة من خلال حوار ليبي ليبي تغلب فيه مصلحة الوطن على كل اعتبار وفي كنف الحفاظ على الوحدة الترابية والسيادة الوطنية وتحقيق التقدم المنشود نحو الحل الشامل وبما يمهد السبيل إلى تنظيم الانتخابات التي ستفهي إلى مرحلة تركيز المؤسسات الدستورية الدائمة ضمن نظام ديمقراطي يستجيب لتطلعات الشعب الليبي المشروعة في الأمن والسلام والتنمية كما ندعو إلى أن تمثل قمة هذه موعداً استثنائياً من أجل تحرك عربي متضامن بعيداً للمسلك بزمام المبادرة في تسوية الأزمات التي ما يزال عدد من دولنا الشقيقة تحت وطأتها ويوحد المواقف من أجل استعادة سوريا واليمن لاستقرارهما وأمنهما في كنف السيادة الوطنية ورفع المعاناة الإنسانية التي تمر بها شعوب هذه الدول والوقوف وقفة متضامنة إلى جانب أشقائنا في السودان والعراق واللبنان فيما يواجهونه من تحديات وستكون آلية التعاون التي توفقنا إلى إرسائها بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي منبراً دولياً إضافياً يؤمن ديناميكية جديدة على هذه العلاقات ويفتح إمكانات أرحب لتعميق فهم القضايا العربية وحشد الدعم لها وذلك من منطلق إيماننا دولي الرهن خدمة لقضايا الأمن والسن في العالم وإن بلادي لن تدخل جهداً في مواصلة دعمها لهذه القضايا ذمن أطر انتمائها وفضاءات شراكاتها ولا سيما بمناسبة عضويتها في مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي على مدى الفترة 22-24 وتطلاعها برئاسة القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية المقررة عقلها بتونس يومي 19 و20 موفمبر المقبل أصحاب السعادة والمعالي إن تطلعنا إلى مكانة متقدمة لمنطقتنا ذمن التوازنات الدولية الراهنة يملي علينا وضع مقاربة جديدة للتعاتي مع قضايانا الاقتصادية في كلف الالتزام بقيم التآذر والتضامن وتعزيز علاقات التكامل لاندماج لمواجهة التحديات المافلة وتعزيز أركان الأمن القومي العربي بكل مقاوماته والدفاع عن مصالح شعوبنا في هذا الظرف الدولي الدقيق فالحاجة متأكدة اليوم إلى تذليل العقبات التي ما تزال تعترض مشاريع التكامل والاندماج العربي وتجيع ريادة الإعمال في المنطقة ومزيد تحفيز البحث العلمي والابتكار وجصر الفجوة الرقمية كما بات من الضروري تدارك التراجع المسجل في التعاون التجاري بين الدول العربية والتصدي لأولويات الإصلاحات الاجتماعية ذا سيما في التعليم وتمكين المرأة وتشريك الشباب في الشأن العام ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد ولعل أبرز التحديات التي تواجه دولنا وتستنزف مواردها وأولويات المسار التنموي فيها هو التطرف والإرهاب فنحن مدعوون إلى مزيد التعاون ضمن مقاربة شاملة تتضافر حولها الجهود لتجليف ملابع تنويل هذه الآفة ومقاومة ما تستند إليه من شعارات دينية أو مذهبية أو عرقية بالفكر المستنيري والأخذ بأسباب التقدم العلمي والمعرفي وصون الحقوق والحريات أصحاب السعادة أسمحوا لي في الختام أن أتوجه بأخلص عبارة التقدير إلى كافة الدول العربية لما لمسناه من إرادة صادقة في توطيد أواصل التنسيق والتشاور حول أبرز قضايا منطقتنا ودعم جهودنا وتحركاتنا على المستويين الإقليمي والدولي وأدعو أخي العزيز رمتان العمارة وزير خارجية الجزائر الشقيقة إلى تسلم رئاسة المجلس راجيا له كل سداد والتوفيق مؤكدا عزم بلادي على مواصلة الإسهام بفاعلية في جميع جهود الارتقاء بدور المنظمة ومنظومة العمل العربي المشترك وتطوير أدائها ومواكبة للتحولات وتحقيقا للتطلعات وشكرا لكم على الإسراء شكرا